السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا ليوم الاثنين تسعة ايلول سبتمبر طبعا اليوم القمر موجود بالعقرب ورح ينتقل للقوس ساعة خمسة وخمسة وعشرين دقيقة بعد عصر اليوم الاثنين بتوقيت جرينتش بانتقل ويستقر بالقوس ورح يظل القمر موجود في برج القوس لغاية الساعة ثنتين وسبعة وثلاثين دقيقة من فجر يوم الخميس ايضا اليوم عنا انتقال عطارد اللي رح ينتقل من برج الاسد لبرج العذرة القمر الآن موجود في منزلة القلب قلب العقرب وهي منزلة للظفر والنصر والثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لها ساعات بسيطة جدا اللي هو لغاية الساعة اثناش وسبعة وعشرين دقيقة بعد منتصف الليل الليل الاحد على الاثنين وبعديها القمر رح ينتقل لمنزلة الشوالة وهي منزلة للظفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط طولة اليوم رح يكون القمر موجود في هاي المنزلة القمر بما انه من الآن وحتى ساعات العصر موجود في برج العقرب اذا منظل على الطبيعة اللي هي لا بنعرف فيها حل وسط يا ابيض يا اسود لانه بالفترة هاي يا منحب يا منكره يا منتقرب يا منبعد يا بنتواصل مع الغير يا بنقطع العلاقات ما في حلول وسط عندنا وبيلعب الجنس دور مهم في حياتنا احنا بحاجة للتحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد وخاصة الاشخاص اللي بيعانوا من مشاكل او ضغط عاطفي لانه ممكن انهم ينفجروا عند اي مواجهة او كلمة او انتقاد في من حولهم بامكاننا نستغل هاي الساعات لغاية ساعات ما بعد العصر بما يتعلق بشركات التأمين او الضريبة او البنوك او قراءة رواية او مشاهدة فيلم مغامرات او اتخاذ قرار مهم او شراء منزل او استيجار منزل مثلا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اول حدث رح نتكلم عنه وهو انتقال عطارد من برج الاسد لبرج العذراء الساعة 6.49 دقيقة صباح اليوم الاثنين رح ينتقل بتوقيت غرينش طبعا ورح يظل موجود في برج العذراء لساعة 8.8 دقيقة صباح يوم الخميس 26.09 منكون اكثر قدرة على التركيز والتفكير بالفترة القادمة على عكس الفترة اللي كان يتراجع فيها خلال الفترة القادمة موليد برج العذراء بيشعروا بالرغبة بالدراسة والمطالعة والقدرة على اقناع الاخرين بوجهة نظرهم وبتكثر عندهم الاتصالات والتنقلات بيستفيد معهم ايضا موليد الابراج الترابية والمائية اللي هم موليد برج الثور والجدي والسرطان العقرب الحوت وكل شخص لما انولد كان موجود عنده اعطارد في برج العذراء طبعا الحلقة الكاملة وتأثيراتها على جميع الابراج مع الزوايا صارت موجودة على القناة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين اورانوس هاي الزاوية راح تكون الساعة 11 و 58 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش بتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشي غير متوقع بشكل سلبي وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك التصرفات مننا تكون سلبية تجعلنا سريعين التأثر عندين غريبين الاطوار ممكن تعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي او العواطف وبتدفعنا للعلاقات العابرة اللي ممكن انها تعرضنا للفراق اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين نبتون يعيز زاوية راح تكون الساعة 36 دقائق عصرا بتوقيت جرينتش بتعزز الخيال الخصب بيقوى الحدث عليه فن وكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل وهذا الوقت وقت مناسب للراحة بخلال هذا اليوم بتزيد حساسيتنا ورومانسيتنا وبتمنحنا كفاءات وخصوصا للاشخاص اللي بيشتغلوا في المجال الفني او التمثيل او الروحانيات اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة 5 و 11 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينتش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفسنا واحداث التغييرات المطلوبة وبتمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي رح يبدأ الساعة 5 و 11 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 5 و 25 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينتش يعني مدة 10 دقائق تقريبا وهذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا رح يجي أشخاص وقولك انت حكيت 5 و 11 دقيقة للـ 5 و 25 دقيقة بعد العصر هذولا مش 10 دقائق هذولا 14 دقيقة يعني حبيت أن أسبق عليهم الساعة 5 و 25 دقيقة بعد العصر الخلص القمر بنتقل وبيستقر في برج القوس فبنشعر بالارتياح والسعادة والنشاط ونلتقي بأناس أكثر سعادة ونتعمق في شخصيتنا بفضل تفاؤلنا والطاقة العالية وبيتحول تفكيرنا إلى علم الفلسفة والدراسات الدينية والتحليل العميق في كل شيء من ميذ أيضا للسفر إلى الإجازات لممارسة الرياضة الخروج في نزهات ويمكن اقتراض المال أو تعلم لغة جديدة أو ممارسة هواية أو تجربة حضنة أو التخطيط لرحلة أو الاتصال بشخص خارج البلاد وتعتبر هاي الفترة ممتازة للأعمال التجارية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة زاوية تربية سلبية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية راح تكون ساعة ستة وتسعة وأربين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وتجعلهم مزاجية طباع وهي مصدر للتوتر وخصوصا للأشخاص اللي بيكونوا متعبين من زيادة الضغط أو الأحمال فعشان هيك ممكن يتعرضوا لبعض الحوادث وما منحسن التحكم في أفكارنا وكلامنا وذاكرتنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية ولكن فحصات أو تنظير أو مراجعة طبية ما في أي مشكلة عنا الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغداد التناسلية المبايض لبروستاتا عظم العنى والجينات هاي طبعا لغاية ساعات العصر بالظل هي الأكثر حساسية أما من ساعات ما بعد العصر بصيرنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية هاي بتصير الأعضاء أكثر حساسية من ساعات ما بعد العصر بالنسبة لأباقي أعضاء الجسم طبعا ما فيه أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم مناسب أيضا لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر إلا الأشخاص اللي بيعانوا من كثافة الشعر يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي القمر بما أنه رح يستقر في برج القوس خلو المسار القادم بيكون يوم الخميس بيبدأ ساعة 12 و 20 دقيقة بعد منتصف ليل الأربعاء على الخميس وبيستمر حتى تمام الساعة 22 و 37 دقيقة فجر يوم الخميس بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع الآن عمره 7 أيام الساعة 58 و 53 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بنبدأ باليوم الثامن نسبة الإضاءة 36% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذرة حتى يوم 22 و 9 منتحس الآن بنسبة 25% ساعة الفجر منتحسة بنسبة 40% القمر في العقرب زي ما ذكرنا لغاية ساعات ما بعد العصر وبعدها بده ينتقل للقوس ورح يضلب القوس ليوم 12 و 9 سعيد الآن بنسبة 15% ساعة الصباح منتحس بنسبة 10% عطارد في الأسد ورح ينتقل للعذرة ورح يضل في العذرة ليوم 26 و 9 سعيد بنسبة 10% الزهرة في الميزان حتى يوم 23 و 9 سعيد بنسبة 45% المريخ في السرطان حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% المشتري في الجوزة حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت بيتراجح حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% ورنوس في الثورة بيتراجح حتى يوم 31 منتحس بنسبة 10% نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم سبعة اتناعش منتحس بنسبة عشرة في المية بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم اتناعش عشرة منتحس بنسبة عشرة في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل اليوم من لغاية ساعات العصر ممكن يتغير الوضع لصالحكم شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض ممكن تضطر لتقديم بعض التنازلات او تصحيح بعض الاخطاء اهمش انك تتقبل اراء الاخرين بدون تحفظ ممكن تنشغل بملف او بمعامله اما من ساعات ما بعد العصر بتنشطه في مسائل تتعلق بسفر او اتصالات بعيدة او علاقات مع جانب وحاولوا انك تكونوا اكثر وعيا على الطرقات خاصة اثناء قيادة السيارة بين المدن برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا من الان وحتى ساعات العصر بتحمل لك هاي الفترة ومن انواع التوتر لانها تعتبر من اكثر ايام الشهر ضغط عشان هيك انك تحاذر من الخصام ما تعادي احد اتجنب الخلافات كليا لان خصمك قوي وطباعك ما رح تكون هادئة على مستوى الشراكة المالية والعاطفية اهم شيء ضبط العصاب اما من ساعات ما بعد العصر بتعيدوا تنظيم اموركم المالية المشتركة انجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرة تحاولوا تنفيذها دون ترددوا ما تلتهوا بالامور الثانوية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء بترتاح لسير بعض الامور من الان محتى ساعات العصر اللي الامور الروتينية بالرغم من كثافتها ممكن يكون عندك بعض الاعمال لكثير اليوم اللي يعني ما تقدر انك تتممها فعشان هيك يهتم بالاعمال الضرورية وراعي ظروفك الصحية ممكن تعيد ترتيب الاوضاع وتتحسن الاحوال اما من ساعات ما بعد العصر بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بتكونوا اكثر تفاهما لوجهة نظرهم وحاذروا من الخلافات وما الضخم الامور برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان فرصة مناسبة لتحقيق انجاز خلال هاي الساعات من الان وحتى ساعات العصر فعشان هيك حاول انك تضع مخاوفك جانبا ما تتهرب من اي شيء لاجواء مناسبة للتراقي للتعارف للحب للقرام وتعتبر فترة ما زال فيها بعض الحضود ولكن لا تفرض سلطتك على احباك اما من ساعات ما بعد العصر انتبه لصحتك اكثر بيبدأ العمل بالتراكم اكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في انجاز الكثير من اعملكم برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد لا تسمح لبعض الالتباسات العائلية او شخصية بينها تأثر على استقرارك من الان وحتى ساعات العصر ممكن تنهمك بحل مسألة عائلية او شخصية او ممكن تبدو قلق او تتذمر لاقل اشارة سهل جدا انك تعصب من اي شيء تضبط اعصابك اما من ساعات ما بعد العصر ابتبحثوا عن قاسم واشترك بيجمعكم باحباكم وبتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومنسيات بالنسبة لموليد برج العذراء بتقوموا بمفاوضات حثيثة ومفيدة من الان وحتى ساعات العصر ما رح تكون مجدية بالنسبة لك ومقنع ايضا انت رح تكون عبر عن رأيك وفاوض بجراءة بتتمتع انت بسرعة بديهة سرعة خاطر قدرة على ايجاد الحلول ايضا اما من ساعات ما بعد العصر بتعيدوا تنظيم اموركم البيتية والعائلية ممكن يطرأ عطل منزلي او حدث عائلي برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتتحسن المعنويات وبتقوى الثقة بالنفس لغاية ساعات ما بعد العصر بتختفي الهموم تطمئنها وجسك واضف اموالك بشكل حكيم ممكن تحصل على بعض الارباح من جهة اجنبية او جهة غريبة اما من ساعات العصر وما بعد هنا بتنشطوا بالسفر والتنقلات والاتصالات ولكن كونوا اكثر وعيا على الطرقات برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتستعيد حماستك وبتنطلق فيه تنفيذ خطة او فكرة جديدة من الان وحتى ساعات ما بعد العصر بتتلقى اشارة او خبر بتنتعش العواطف عندك تزدهر اللقاءات ممكن تتلقى مفاجأة سارة وربما تفرح لحدث كبير يعني فترة ما زالت ممتازة ودعملة من ساعات ما بعد العصر بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية واحرصوا على مالكم من الضياع او السرقة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس ابعد عن المغامرة والرهان على الحظ من الان وحتى ساعات العصر ممكن تعاني من تراجع في الارباح والمعنويات والحيوية فما تجازف بسلامتك فترة فارغة من الحضود لانه القمر ما زال موجود في بيت المتاعب اللي بتشعر فيه من تعب وتراجع في الصحة بزول مع اقتراب ساعات ما بعد العصر تمتلق نشاط وحيوية بتنقلب بعض الخيارات والتوجهات لا تناسب وضعك الحالي وبتتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي ما زالت فترة مميزة للتحالف والتعاون والمشاركة الفعلية من الان وحتى ساعات ما بعد العصر فحاول انك تقتنص الوقت هذا الاعلان رأيك او للحصول على موقع معين او التفاعل مع المسؤولين ولكن حاول انك تتعامل معهم بمرونة من ساعات ما بعد العصر طبعا القمر رح يوصل لبيت متاعبك فرح تدخل فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه اكثر لصحتكم لا توقعوا على عقد ولا تحسموا امر من الان وحتى صباح يوم الخميس لانها فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بتكوا تحافظوا على هدوءكم حاولوا انكوا تبعدوا عن المشاكل قدر الامكان هاي فترة مهمة بتمتحنك من الان وحتى ساعات ما بعد العصر اهمش انك ما تضعف وما تستسلم وما ترتكب الاخطاء وحافظ على رصانتك وتمسك بمسؤولياتك ايضا خلي تعاملك مع المسؤولين مرن جدا وما تغامر وما تجازف من ساعات ما بعد العصر بتنشطوا بين الاصدقاء منكم اشخاص ممكن يشاركوا في حفلة او مناسبة سعيدة او يتوجه لهم دعوة او اتصال برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتستعيد حماستك تنطلق في تنفيذ خطة او فكرة جديدة من الان وحتى ساعات ما بعد العصر ممكن تتلقى اشارة او خبر سار فهي اجمل اللحظات خلال هذا اليوم بتكون الفترة نشطة جدا وبتشكل لك محطة للانطلاق بورش جديدة اما من ساعات ما بعد العصر بتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وتعتبر فترة مناسبة للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن اتجنبوا الخلافات واسعوا لتلطيف الاجواء هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء